اشتركوا في القناة ومع جلالته بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة وعبر سموه في البرقية عن بلق تهني وتمانيات له بوافر صحة والسعادة والشعب المصري الشقيق كل التقدم والازدهار مشهدا سموه بالعلاقات الأخوية الطيبة المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنية ممثلة إلى معالي السيد الشريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرية معربا سموه فيه عن خالص تهني بهذه المناسبة الوطنية وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القايدة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بذكرى ثورة يوليو المجيدة ضمنها سموه خالص تهني وتمانيات له بموفر الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم وتطور مشهدا سموه بالعلاقات لخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات